اكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين وجمهورية اندونيسيا في شتى المجالات والدفع بالتعاون الثنائي نحو أفاق أرحب بما يحقق تطلعات البلدين وشعبيهم الصديقين لفتن سموه إلى ما وصل إليه التعاون البحريني الاندونيسي من مستويات متقدمة بفضل حرص واهتمام البلدين بتنميته وتطويره جاء ذلك لدى لقاء سموه في قصر الرفع اليوم سعادة السيد أردي هيرو ماون سفير جمهورية اندونيسيا بمناسبة تعيينه السفيرا لبلاده في المملكة حيث أكد سموه على متانة علاقات الصداقة بين الجانبين والحرص المتبادل على مواصلة تنمية مسارات التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة والأهداف المنشودة مهتمنيا للسفير الاندونيسيا التوفيق والنجاح في أداء مهمه الدبلوماسية بالمملكة وخلال اللقاء تم استعراض آخر المستجدات على الصعيدين الأقليمي والدولي والقضايا ذات الاهتمام المشترك من جنب عرب السفير الاندونيسي عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يوليه سموه من حرص واهتمام بتطوير العلاقات الثنائية بما يعود بالخير والنماء على البلدين وشعبيهم الصديقين